من جديد مشاهدين أعود إلى موضوع معركة الموصل وتفجير داعش للجامع النوري ومن هناك من أربيل تحديدا من العراقي نبلنا لواء ماجد القيسي الخبير الاستراتيجي سيدة اللواء القوات العراقية تتقدم على الأرض في معركة الموصل بالمقابل داعش قام بتفجير الجامع النوري الذي كانت له طبعا الرمزية عند هذا التنظيم الإرهابي منه أعلنت الدولة المزعومة داعش هو من يفجر الجامع النوري بنفسه وفي هذا التوقيت من المعركة مدللات ذلك مساء الخير تنظيم داعش أقدم يوم أمس بتفجير جامع النوري والمنارة الحدباء قبل أن تصل إليه القوات العراقية الذي كانت تبعد عنه مسافة خمسين متر حتى يحرم القوات العراقية من رفع العلم العراقي فوق منارة الحدباء والإعلان عن انتهاء أو زوال ما يسمى بالخلافة الإسلامية الذي أعلنت من هذا الجامع وتحديدا بعد ما احتل تنظيم داعش مدينة الموصل في حزيران عام 2014 وقام أبو بكر البغداد بإعلان خلافته المزعومة من هذا الجامع لهذا أقدم تنظيم داعش على تدمير الجامع والمنارة حتى يحرم القوات العراقية من رفع العلم العراقي والإعلان عن انتهاء الخلافة المزعومة نعم طيب يعني هل نهاية داعش في الموصل يمكن القول بأن مقاتلوا التنظيم هم ونوضعوها بأنفسهم بتفجير جامع النوري وماذا تبقى الآن في معركة الموصل بعد ذلك الحقيقة هم من أقدموا على تفجير جامع النوري هم من أقدموا على تفجير جامع النوري نعم لحرمان القوات العراقية مثل ما ذكر يعني هم